اشتركوا في القناة المجموعة وروح الفريق ثورية العمري في أبها حولانيه والفورما الكبيرة يجينا بها اليوم سيحسن بن 2008 كانت تعطيونا صورة سيحسن التواخر نشوفوا الفورما قد يظهر عليه والأستاذ الرئيس تارق العليمي الكابتن الروائي خالد علي التواتي شدوا أحزمتكم الرحلة توت سويد في رمضان العالم الوجهة ليبيا بقيادة آية بالغاية عسليما ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رمضان العالم حلقة اليوم بطلب من الجماهير من أصدقائنا وأشقائنا الليبيين اللي حبون ينهزكم بحظهم ونحكي لكم على ليبيا رمضان ليبي أهم العادات وتقاليد والمسلسلات وانا بش نبدأ نحكي لكم على أكثر حاجة غريبة غادي نتصور برشة وين سيتمنيوها وهي إنه القرية تيقف في رمضان والعمل الحكومي يبدأ العشرة عصباح ورمضان ليبي هو رمضان اللمة والعيلة الكبيرة والطاولة بركلة من غادي الغادي نلقوا فيها أهم الأطبيق الليبية كما الشرب الحمرة حسيء الهريسة كسكسي ليبي بالبصل بيزين ليبي أقلية وجزيرة الحم وبعدت حتى طاولة السهرية بتبيعا نلقوا فيها كيستي أخذر من عنا ونلقوا فيها العصيدة المفروكة الكونيفة والمقروض كأي بلاد عربية شهر رمضان هو شهر العبادة ولكن في ليبيا فم أجواء رمضانية خاصة بما أنه تخرج الناس لسلة الترويح كل يوم كما تصير زادة في الليل مساوقات حفظ القرآن الكريم يقدم فيها الجوائز لترجاع الشبين على حفظ القرآن وحسب الإحصائت الرسمية نلقاه فم مليون حافظ ليبي لكتب الله وهذه حاجة ما تلقاهيش في أي بلاد عربية وبالنسبة لمدفع الإفطار هو واحد من أهم العادة الليبية في رمضان وخاصة في ترابلوس اللي ينطلق من فوق السرية الحمراء وسط العاصمة ويوصل صوته للجهات المختلفة والدرامة الليبية قاعدة تكتسح تليفز العربية نلقاه مسلسل السراية يرجع بجزء الثاني هو مسلسل تاريخي تسر كل الأرقام القياسية عم نيول في برش ممثلين توينسا ليبيين مصريين وصوريين مسلسل شط الحرية خمسة مسلسل النجدين مسلسل تخاريف اثنين مسلسل المتيها اثنين اللي يعرض على قناة الليبية الوطنية وهكا جولتنا في ليبيا وفيت تحكيت لكم على أهم الأطباق العادات والمسلسلات وتحية كبيرة إلى أصدقائنا وأشقائنا الليبيين غدوة نرجع لكم بش نهزكموا معايا لبلاد أخرى نكتشفوها مبعضنا في رمضان العالم للدوامة بلوس شكرا اياب الغايب جولة في ليبيا مع اياب الغايب نفكركم بعد شوي وقت الربحة مع بولت واحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف كانت هابو تشاركوا معنا في كويز بولت وتلعبوا اليوم على انكود برومو بقيمة 100 دينار هسنين تطلب الكلمة على ليبيا على ليبيا طبعا تحية ليبيا هنا برش مرات يعني في البحيرة بحيرة الثنين يعرضوني برش الليبي يعرفوه مش يعرفوني يعرفوني يتبعوا في البرنامج ويتبعوا فينا ايوه وقبريك ايه اعرضني واحد تزيري هو مرت جميل في السيارة ووقف والله العظيم مسلم عليه وقالوا انه يتبعوا فيك في الزائر بالجداب يحلس وكل نهاري كشفت واحدة مغربية وشكرا الفتر انت عارف طوى انت عارف ليه انترنسيونال عم احسن اودي نحكي لك يعني مانا انه فما وشائج وتقالب وريدوا انوحيي اللحمة واللحمة ايوه اللحمة بين الشعوب واللحمة متعسلينهم ذات منتاز بين الشعوب هذي ويا اخي ما بعضنا نرى اسمعني اذي كانت وساعة وساعة الدنيا اي وانذي كانت ضيقها تذيان خلنا نبدأوا شوي سياس اه سياس هذي ايه صلب السياس هذا صلب السياس والله خمنا في الانتشار العربية انا انتشار العرب وليد تتمح النجومية عظيمة انا محدود الافق انا اتمح الانتشار الانسان على عكس غالد محدود الافق اتمح الانتشار الانسان عميقة الجملة جدا اكثر من انتشار العربية انا يزمي بدل الحجة شنية سعب علافه وما هيش بيان فيني لحقيقة الحجة ما نحبش بيان فيني نحبك شعري بتبيعت وفيه فجوات كان تمشي الماخير الفجوات تتغطى خليني رايز ما نحبش تغطى بربي حان تسألها خبير التجميل كان يصبغ شهره حسن يواتيه الساعة يلزمو ساعة القصة تكون بيان فيني خطر بالحق النيباب بيان فيني بعدد فيك اشتر وكان نعملو سميع لانو الحجة متاعي عنده جلم وعنده شون قس ترتاب ضرب لي يعني يحجمني في دقيقته وانا وقف عليه ويعملها كاكا وخليلي فجوات فرحان بيه الانتشار العربي اثوريا سؤالي كان يصبغ ويبدل لوكو يواتيه ولي لا مش صحيح سالي بوافري ولي سالي بوافري بيه خليس بقدش تحجم قتلي 7000 ويخباليك 8000 خليل بقدش حجمتك تقريبا 40 دينار ها 40 دينار الحجم شوفت الفرق شوفت الفرق بالكتال عليك بالله ها لا فاش يعمل لك منين يحجمني ها شلوه ها شلوه ها لحية وحجامة وسواو ودنيا ودي برو دوي تعمل سوا عن الفيزاج لا والله قالوا للمرة ها شلوه باش تعملون اي نحلي بوانوال اذكا قالوا لي لحفلو في الزيت من وجهه قلت انهم خدوه بزيت مقطوع مقطوع الزيت اي هات نحكين شوي سياسة نحكيه ولا ناخدوا فاصل صغيرة هناخدوا فاصل فيسع ونرجع خلن ناخدوا وقتنا للسياسة نحكيه في بلق دي ونحكيه على مرة اخرى هل هو تدخل في السيادة الوطنية ولا لا ولا بعد انساني روحاني دي شا عمل ها باش نعتيكم بعد شويش اعمل فاصل ورجعين مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على اي افام احلى غاديو 90-2008-776 بمساهمة راديو اي افام من الاربعة لستة انترعشية الدوامة بلوس محمد الخميسي على اي افام احلى غاديو اي افام على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل يقعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم هات نحكيه شويسي اسا نحكيه على بالقسم احسن اللي كان موجود في برنامج مع صديقنا معز بن غربية نسمعوه شو ما قال في حديثه طبعا على هذه الفترة وعلى رئيس الجمهورية وماذا يخطط للمستقبل احنا واضح قضيتنا احنا مع حوار وطني مع الحوار وطني مع الاطراف الملتزمة بالديمقراطية والرافضة للانقلاب سجل عندك ومع حكومة انقاذ وطني تنتج عن هذا الحوار ومع انتخابات رئاسية وتشرعية سابقة لأوانية تتوج هذا المسار لانتخاب رئيس والانتخاب أغلبية تشكل الحكومة ليس فيها قيس سعيد على انقلاب وليس تحتاج معناها نعملوا انتخابات من غير قيس سعيد لا استناني لا بدستور قيس سعيد ولا ببرلمان قيس سعيد ولا بقانون انتخاب قيس سعيد متى ذلك متى ذلك مش بنجو نعملوها البرى في الصحراء الكبرى ولا في البحر نعملوها في تونس لما يتحول المشهد الوطني إلى هذا الوضع معناها لما يصير معتمر حوار ونتفقوا فيه كل شركة السياسيين ويقع اسقاط قيس سعيد وخروجه من الركح واضح جدا أخي حوار الوطني بدون كل من يعتبروا مع الانقلاب وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نعمل على اسقاط قيس سعيد الحوار الوطني هو الحلم على علم رئيس الجمهورية كان نتكلم على الحوار الوطني قال عليش حوار الوطني وقت لي فهم مجلس النويب الشعب ذلك كان في ذكر وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة شو رأيك في كلام القيادة في حركة النهار بالجاسمة سعيدة؟ والله هم قال توسي دي محمد الله يهديك اللهم امين انا بالجاسمة حسنة دي جاري يعني جريب في السكنة في السكنة ايه ونعرفه بعضنا وما نحبش نقلق الناس هنا اما الكلام ذا ما يستحقش ان الواحد يرد علي هذا جيب لكلام يستحق الواحد يرد علي هذا كلام ناشتري هذا كلام لا يستحق ان الواحد لا يسمع ولا يرد علي الحزب الاقوى هذا كلام يعني بتاع الناس مختلة هذا مختلف يعني هذا اللسان اللسان مفيش ضم اممم هو عضلة اللسان عضلة عضلة موش عضمة ايه ايه مش عضمة اللسان ايه عضلة اللسان هذا يساين في عضلة اللسان توو يجيب ربي عشكوني جدية دي كان يعني السامة المهبول بعناها المتحدث مهبول يكون السامة عقل ايوه توو قالك اني حنا نعمل حوار وطني معاشكون قالك ضد المقلب وبل المقلب ومدرشنية انتم يا سيدي باه يعملون يعني دولة داخل الدولة هذا ولا يحب يفزوا البلاد التونسية ويمهم شها ويعملوا فيها شرعيات متعددة ومتنوعة ليسهل يعني تدميرها او متدمير ما تبقى منها بعد حكم الاخوانجية اختير تعدد الشرعيات ايه اختير الكلام اللي تقوله تعدد الشرعيات توو انا تسمع في السيدة ذا يقولك المنقلب وما منقلب وهم نعملوا ونعملوا دولة وحدنا ايه شمعني عال مش معينة مع معز بن غربية قالوا الكلام معينة هذا ومعز بن غربية قاعة مهز يا معز توو نرجعلك منرخنا خلينا اليوم بداية الاسبوع خلي توو نزيدني اشتقي شوية اخبارك ونتلها بيك ونستحرك الدنيا اه لا لا ما نعملش في تسفية حسابات لا لا تسفية ايه معاش كورها مصفي لحسابات عندي حسابات معها كل تنسالوا 3750 دينار ايه اخذيتهم خلي مرة اخرى نقول هالك الحكاية هذه الهيكات احسن وحدها التلمت شفت اشدت له الاخبارة ذاك كمالي على بن كاسم حسن ايه هؤلاء الناس بهذا الخطاب يريدون يعني يعني تعفين مش تعفين هم يعفنوا الا انفسهم تولح البلاد شدت مسارها اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد شرعية يعني اه اللهم شدت مسارها حسب وجهة نظر متاعك حسن بنوثمين ايه انا اسمه عامل نجيب الشيبش حج وجهة نظر متاع البابا بتاع الفاتيكان يا بابا الباب بتاع الفاتيكان قل لك انا ندعو انو شباب التونس يرجع له الامل والبابا بتاع الفاتيكان تكلمت انا وياه في المنامي وتفهمنا وحصن ويزينة من اللغة هذه وقف عليك في المنام؟ وقف عليها ونقف عليها ساعة ساعة ونبدلوا الوقوف على بعضنا البعض كابوس هو يجيه ها؟ كابوس يجيه لا هو سمح رجل يعني كي تقف علي في المنامي يقومش ايخ لباسه ابيضه واموره جيده وهو من الامريكا اللاتينية ورجل اللي عنده اخلاق رفيعه ومش خايب بكل البابا بتاع الفاتيكان ايه قال ادعو انو شباب التونس يرجع له الامل لكل حبا في تونس ايه بابا بتقع حبا في تونس بابا يعني مانا هو حبا في تونس هو من ديانة المحبة اهه وقلبه يعني يتساعى للجميع وهو عنده مكان رمزي يعني من يشوعه على الانسانية تدخل في السيادة تعتبره اه؟ تدخل في السيادة هو يقول يحب الشباب التونسي يعني يتفتح الافقه هذا صحيح ويجيه الكلام ذايا من البابا الذي يقيمه في روما في دولته بروما في دولة الفاتيكان بروما ايه هو ذايا باهي مشاعر جيدة ويعرف انو هو ربما تبلغه الاسراء معناه اخبار انو الشباب التونسي يعاني معاناة شديدة ويسكروا عليه الامل ويعرف جيدا انو في تونس عنا يعني ماناة همجيين سياسيين في الهمجية وناس خولوا وناس من الاسخة تحلق الله شدوا لبلاده دي يعرفهم البابا ويعرفهم المسيحيين يعرفوه هذا من الناس كل يعني ينتصور يعني ينتصور يعني ما فيه مساعدة ورحنا بعد قال تحول استبدادي يروا في الكلام تياه وقال فما تحول استبدادي قال علش كون تحول استبدادي هذي الجملة اللي قال انا بالاسبالية دي كان قال هك البابا فما زيهات ربما يعني من الاوباشي تبلغ له يعني من الكرسي الرسولي يبدو احيانا تأتيها اخبار من جهات معادية ما هي الاستبدادية امتاعها امتاعها تغير رئيس انتخبناه بالسندوق واموره مريقلة بالسندوق عنا اصبح الان مجلس النواب وامورنا مريقلة والحمد لله وعنا البوليسية وعنا الجيش وعنا الامن وعنا وزارة خارجية اللي مصلي يعني بيه وزير جديد يخدم بلك ده ويتحرك مليا وامورنا الاقتصادية يا بابا يا بابا الفاتيكان هاي ولاد الحرامة اللي جاونا خطيلتها 13 عامة فلسلنا البلاد ودامهم مراحل يا بابا الفاتيكان برب يساعدونا علينا وباكا ولاد الحرام باش ان شاء الله نخلصوا منهم البلاد يا بابا الفاتيكان يا بابا ادعيلنا تقول له ادعيلنا ايه انا نقول له بايه فقط امبعد شوية انت تقول مسار سحيطن سبعك عامد ناجيب شاب يشنو وقع لاي تارق العليمين شنو رايك في كلام الباب فيس امبعد شوية عن صديقنا ريب حمام بول تارق بايه شوف هو ساعة لازم نحط الأمر فيه تاروجة بمناسبة عيد الفصحة باعتبار اللي هو يلقي الكلمة متاعه في دولة الفاتيكان بايه والكلمة متاعه ما كانتش مواجهة لتونس فقط وانا ما كانت مواجهة لغيرها من الدول تحدثها على اوكرانيا كيف كيف في كلامه تحدث على الأرض المقدسة وتحدث على تونس ولكن في التدقيق الشكلي في الحكاية هدومة انا اسمعت الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي من الصباح لليوب ماذا بينا نسمو التسجيل الصوتي مترجم لبابا الفاتيكان بش ما نخذوش نقل على صفحات هاو قال هاو ما قالش هاو دون العانونا هذيك يعانونا مكتوبة بايه فقط خليني نقول لك المعتى اللي قاعدين الدولوا فيه نحن نتوى على الصفحة الرسمية تاعة الفاتيكان على الصفحة الرسمية اللي هبطت اليام تاعة في صورة الباب هذي اللي كنت شوفه يعني هو الخطاب بتاع الباب مكتوب ترجمنيه على خاطر فما باللغة اللي يتكلم به واختشها بطلبات بعد نصف نهار ماضي ساعة مستعتين على الصفحة الرسمية للفاتيكان لكن عليش قطل كان تدقيق الامر لانه هنا ثم مسحة دينية ثم مسحة سلطوية ثم زادة مسحة سياسية لانه هو في دولة الفاتيكان ومش في كنيسة ولا في مسجد ولا في كذا الكلمة اللي قاله انا لحقيقا مانيش معا توجيهها في بعدها السياسوي انا نخوها في درجة اولى انه دعا الى الشباب التونسي انه يكون في مرتبة مخير كي بش ناخده نقول هاني قبلت الدعوة هذي لكن راهو مش فقط لفائدة البلاد التونسية لانه تحب ولا تكره اولى الوافدين اولى وجهة متاع هجرة غير شرعية هي سويح البلاد التونسية الى ايطاليا وايطاليا لها مدة زمانية تسعى الى الحد من هذه الهجرة بل الى التوطين داخل البلاد التونسية يعني اللي نعاود نقوله اللي دي ما يقلقني اي مساحة كلامية نمشيولها في المعاه والضد يا اخويا دعوة بالله لا للاستفاف مع الاشخاص استفوا مع الفكر مع المؤسسة مع البلاد وراهو مثل ما الشخص ولا كلام ينجم يكون منزه فيه البيه وفيه الخيب انا خذيتها كدعوة انه هو حماية للبلد تنتعوه دعوة انه نجره في احسن الحالي وكرا جلدين دعوة انه بالبيهي مثلا ان انت تقول بغض النظر على الابعاد الاخرى اللي انا نسقطها على بلادي وانا مانيش عارف خلفياتها خطر ساعة ساعة رو التواضع في العلم باهي ان كنت تقول راهو لم ارتقي الى درجة اني نعرف اهاتي الغرف الخارجية كيف تشتغل ان كانت ثم غرف خارجية ساعة ساعة يبدأ يحكي لك انه هو قاعد في مجلس الامن القومي في امريكا والاخر يبدأ يحكي لك انه هو قاعد على الحدود الاوكرانية الروسية هو استشراف لما هو ايتي انا اخذيتها ككلمة فاها بعض سياسي حمائي للحدود الايطالية وفاها دعوة خير نخذها مصحيبا شكرا اللي اكترك لعليمي هذا ما وصلنا الى الاخوانجية عندي بولت يعني اسمعني وصلنا الى الاخوانجية واصبحنا كأنه رعاية البابا الغنوشي هذا يعني قائد الاسلامي العظيم يعني بفشله العيد اصبحنا يعني كأنه رعاية البابا رغم اخترامنا للبابا اخترامنا الشديد طبعا ايه واضح ايه غن تعدى بالكويز بولت ورجعلك احسن بن عثمان توتسويت وقيت الربح مع بولت من باجة صديقنا باشير بن محسن سي باشير مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك كيف الاجوهة احكيلي على الجوة في رمضان في باجة اه في رمضان في باجة عندك مهج خير الدينة راي نسموه احنا باب الزماز ايه زي ما تنجوش تعديه الجوار ما شاء الله ما شاء الله من الولايات المجاورة من توش الكبرى اه عندك المخارق وزلادية وزبن الله متنجوش خطوة بخطوة باب الزمازه اللي يحبب باب 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 يوميا يوميا يا عيني عليك يا عيني عليك ايه باجة بلاد خير يا عيني يا عيني مزيدنا مزيدنا كل شيء توقعه وبلاد الشعير والقمح وقت وقت العام جثان صبت المترة صغيرة للمدة ايه اكيش بوله طلعت من قع البير طلعت الحمد لله الحمد لله ملا شوية محليه اي انا فانا انتم محليكم بكل بلاتون مجيان لاحقيقة لاحقيقة شكون كثورية العمري منورة الله 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 والله انت انسان عندك ذوق ايوه نقشن بالاله نقشن بالاله والناس عثورية العمر نتفكر انا التنفيليات لدعية محامود عمالي نتفكر جهرة فايزة نتفكر جميلة العرابي نتفكر تلاندا عبدو نتفكر حتى لبعدهم هما خديجة الله يرحمها خديجة بن عرفة الله يرحمها صح نتفكر حتى نتفكر حتى الاعلانية المفيدة جهات نتفكر كنت تفكر العاشرة احترام الجار نزل الكرام نتفكر الله على ذكرتك العظيمة مع الجباء الشبان هندي عزوز مع مجد الشلي خارق لعلي الله يرحمه والله ما شاء الله عليه سي باشير والله سي باشير بن محصن نحليهم الا روحة اهنا ايه كمل لي كمل نفتح القوة السيدة حسن ايه مرة وهاجم هاجم هاجم قلوا على زعيم بورغيبة قلوا اللي عنده شهادة فرنسية يكون وزير عنده زعيم بورغيبة وقلوا سيدة حسن قلوا عندك عميد ادب التولسي محمود المسعد وزير الطربي احدش انتناه صحيح وقلوا سيدة حسن اه اه شي الدكتور باشير بن سلامة استاذ جامعي في الاداب والحضارة والحضارة العربية وكلوا رمى رمى اظمى مضوالعين شدلي القليبي الله يرحمه لها معطيته الدكتوراه باشير بن سامة سيدة حسن سيدة حسن قال خريجة مع زيتونة وكلوا ناية خريجة مع زيتونة القاضي وزير العدل في محمد صالح العيان صحيح هذا صحيح برك الله فيك والله يبرفو عليك سيباشير اي وحييك سيباشير اي سيباشير وقيت الربح اي سيباشير اختار ليش كون من الفريق مش يلعب معك الكويز والله اه بدنا بدنا ثوري العمل اي السؤال يقول في اي دولة تم افتتاح اول متر انفاق في العالم شو البلاد اللي تم افتتاح فيها اول متر انفاق في العالم نعطيك احتمالات اي السين امريكيا او انجلترا شو تقول سيباشير اي عندك اسقلت العيد هي معروفة طوا معروفة بالجليله هي تstوا عندك صاحبة العسال الغليدة في العالم اللي هي تكسب التكنولوجيا تكسب النعنفة والعلم نقول أنا نقول أمريكا تتشاور مع ثورية ولا؟ طبعا أنا تشاور مع ثورية قوله ثورية أنا نحب وقول لك بعدت شوية أنت على أمريكا بعدت شوية هي مش بعيدة برش في اللغة لي مش في اللغة حتى في الخريطة حسب الاحتمالات أحنا شعنا احتمالات محمد ذكرنا عنا السين أمريكا وانجلترا أقرب بلاسل تونس شنية أهل تونس مالك إيقا نحكيين صحيت صحيت انجلترا انجلترا كي بدلت رايك كي بدلت رايك وسمعت كلم ثورية العمري بيلاد تشيرشت بيلاد تشيرشت شارغي شابران وتشيرشت وكل الممارك الكبار رغم تفسيرك من الأول كان منطقي وصحيح لكن تبعت ثورية أنا كنتش نقوله I love you بعد القتا في زوزمو بلايس قلت تايزي ديا وحييك سيباشير بن محسن مبروك عليك أنكود برومو بقيمة 100 دينار من أهداء بولت مبروكين عليك إن شاء الله ربي خليك سيدي ونحن سعادية جدا بربي شو تعمل في الدنيا سيباشير أنا متقاعد متقاعد سيباشير كي تبدأ عندك وقت يجي تقول لنا في استوديو هاي دعوة في المباشر مرحبا أي والله منورين وينور ذاتك يا سيدي أي كجوار كجوار خال خال علي وعندك عمل فينا وعندك كان في الجامعة في الجامعة توسية اللي كنت قدم في طارق طارق وحلو زادو ومعمل السكر يعيني عليك سيباشير شكرا لك تهيتي ليك وكل مستمعينا في باجن سلم عليكم الربح يستنيكم كل يوم مع بولت على 31 380 شكرا لكم مستمعينا اللي قاعدين تفعلوا معنا حسنين تطلب الكلمة مش كلمة سغيرة حمل حي أستاذ أستاذ بار برونسي بسرعة اسمه عز الدين عيناي أسمال بسرعة سيعز الدين عيناي متخلج من جامعة الزيتونة ومشاهل إيطاليا يدرس يدرس يكمل في دراسته في الفاتيكان قال لي كيسمعوا بي يعني الكبار الفاتيكان العلماء بتاع الفاتيكان اللي هو متخرج من جامعة الزيتونة قال لي أنت لا يمكن أن تتخيل مدى الاحترام والإجلال والتقدير يعني اللي أبدأهولي نظرا لأنهم يعني يجلوا وقدروا علم جامعة الزيتونة رأوا القلاعة الدينية والحصون الكبيرة هذه تحترم بعضها البعض ممتاز ممتاز حسنين كي أنهي مع الموضوع اللي كنا نحكيه فيه قبل بشنا نتعد نحكيه على المنتجم تابر نيم ستوديون في معك ثوري العامري نحكيه سبور نبي المعلول مع الكابتن خالد علي كي أنهي أنت قلت البلاد ما يجي في المسار صحيح عمد نجيب الشيبي عن جبهة الخلاص قوس سيغلق سيغلق في القريب العاجل ليست جبهة الخلاص التي تقول هذا وقد قالته منذ أشهر وإنما العالم بأسره اليوم يقول بأن تونس تهدد بالانهيار الوشيك العالم يقول تونس مهدد بالانهيار الوشيك شوف هذا يذكرني في سلينة أحمد نجيب الشيبي يذكرني في المرحوم محمد بن اسماعيل اللي عنده دار سياريس النشر أيوة وهو كان أيضا يعني أذي صاحب البشير بن يحمد راس براس حاجة عظيمة وهو اللي شد سي محمد بن اسماعيل 1989 شد يعني ما لها الحملة الانتخابية بتاع بتاع بن علي مع رويسي مع كشماء من هي صاحبي حبيبي مليان نخدم معك كنت عندي سلسلة متاع كتب بنشر فيها عند عندي في سياريس شواخل عاد نحكيه نحن في 1989 وقال لي عن بن علي وهو الرجل قلت لك صاحب بشير قال لي قال لي على بن علي قال لي هذا هذا قوساني وسيغلق قريبا يعني في تاريخ تونس على بن علي ذلك وقال لي لانا اصبحت ما يسمى بالنخبة او المثقفين او المطلعين يعني اخذ اراءهم بحذر شديد يعني هالقوسين القوسين ماذا يا اخي ان شاء الله ما نرجعوش يعني ما نرجعوش للشيء اللي كنا فيه يا نجيب يهديه العالم قال عدنو تونس على حفظ الانهيار العالم العالم انا عالم مو نري فيه او شو المعاهد هؤلاء الذين اصحاب هذا الخطاب الذين لا يتزحزحون الى ان يندثروا ان شاء الله حضوره مهم في الحياة السياسية المعارضة سوت المعارضة يا ودي انا شفت البرح المظاهرة بتاعهم يوم سعبرير يعني حاجة يعني حاجة مش حاجة حاجة حزيرة انا انت بعت كل كل المظاهرات بعد 25 جويلة كل كل المظاهرات وريدهم وكيف يتقلصون والحمد لله كأنهم مصابين يعني بالتقلص يعني مشينوا يشحبوا ما عندهم شيء ويسروا شيء وكونوا علاقين واذا لا سيندثنوا لقريبة القريبة القريبة ان شاء الله ونفضهم الشعب التونسي العظيم تحية للشعب التونسي العظيم واضح شكرا لك حسنين نتعدى ونحكيه شوية فن المرة هذين نحكيه مع ثورية العمري على تدوينها لمعدة او متجة برنامج ستوديو نوف على قناة التاسعة المروة الرمضانية تكتب توضيح باش نقوله اخر مرة انا المنجا مروة الرمضانية اللي حبي تعدى في برنامجي من المواهب او الفنانين اللي ملقاوش حظهم في الشهرة يخلصوني واضح من حقي باش نخلص اللي مايحبش يخلص مايكلمني شوي جي واضح انا منجا خارجية عندي شارج نخلص فيه لستو القناة الوطنية واضح وشكرا الثورية برشا ناس تغربوا من تدوينها هذية برشا ناس مثلا نقابة الفنانين السيدة مهر الهمامي اعلن على مقاطعته للبرنامج وكل برنامج اللي تشرف عليهم وقال الفنان اللي بش يمشي يتم ساحب عضويته من نقابه انا بيهت الساعة في التفاعلات الزملاء الكل الفنانين الفنانات العالميين الممثلين مستغربينها معناتها الحكاية كيفاش يمشي البلاتو ويخلص عليك موجود الظاهر مقبل موجود معلن مظيف مش يحضر يدفع فلوس موجود بيانسور موجود وين مش موجود في تونس في تونس رانا عايشين رانا عرفوها الحكاية ذي كل انا بيهتا في العباد كيفاش بيهتا ان دي غي معناتها مروى الرمضاني هبطة ستاتو حكاية ما صارت شو عمرها ما صارت هي عمرها ما صارت بتدخفي العلن معناتها كمروى اللي ألوز وتكتبو كستاتو وتهبطو هي وتتحمل هي مسؤوليته أكيد في البرنامج وتقول اللي هي منشت البرنامج وهي مايش قاعد تدخل في فلوس مايش تبع تلفز ذي حاجة أخرى أما الخبر في حد ذاته ماهوش معانتها حاجة فريموبش تكون عليها تفعول تذيك لعبت بيتين واللي كاتبين فما ناس كاتبين معانتها دي ستاتو اللي هما أصلا أكثر ناس نجل منقوله نتحمل زد المسؤوليت يخذوا فلوس على ناس معانتها على أنفيت إعلاميين إعلاميين كتبوا خذوا فلوس بسر فما منهم اللي كتبوا تدوينة مثلا نعطيك مثال مثلا كاتب ستاتو معانتها كاتب وضح معانتها في هات مقعيرة على الحكاية على أخي هو يعرف بالضبط معانتها لا فقط هل عندك ما يثبت أنه خذية فلوس على ذيوف فما تسجيلات يخي محمد فمش تسجيلات نسكولس معانيه موفم تسجيلات وتعديه هذا معانتها جزت أنا حبيت نعطيها كومان فو يفوبا معانتها مش لازم نكبروها الحكاية يعني لا تستغرب أنه منجي ما نستغربش أنا مروى رنزان يقول أنه الفن اللي هبي يحضر معي يدفع فلوس لحقيقة غريبة وإلا بش تكون مساحة أشهري بمعنى أنت اليوم في الدوامة تجيب ضيف تاخله عليه فلوس تاخلهش عليه فلوس ولا أي شخص الدوامة ولا غيره اخذت المثال لدينا نحن هاي مثال ايضاعة ولا طلب ايضاعة سحي بش جيب ضيف أني بش جيب ضيف من أجل مادة إعلامية سواء أنه هو منتج لمادة إعلامية فيلم غناية كتاب قولة عركة ما لا هو إلا بش تأثث بي الحصة متاعت بالتالي هو أنك أنت بش تعطيه تحت الطاولة ولا بش تاخله من عنده تحت الطاولة روى أشياء لا تجوز اللهم إذا كان بش تطلب على أنا نمشي ولا إشار عليش خاطرين كناخو من عندك فلوس أنا اليوم جبت محمد الخماسي استضفته وهو ما عندوش إنتاج فني ولا سينمائي ولا أدبي واخذيت من عنده فلوس أنا قاعد عملك في الإشهار قاعد ننظف فيك قاعد البيض في التصوير هذيك بش يدخل بيب الإشهار معادش نقول لك ركمك شباهي رو ما يجيش رو هكا ونخرج لكذا ونجيب لكذا بش نوعلي في سياق الإشهار إذا كانت قولي أنا نعمل في إشهار لكاتب أو لطبيب أو لمحامي أو لفناء نفهم نفهمك نفهمك إشهار أما تقول لي راه بش يجي وبش يكون إطار تفاعل يوسي حسن ياسل مغاد يوسي تارك قوله ما يجيش من هنا والأخر يقوله كذي يعني لش دفع لك والفلوس بش يجي فقط أنا مش مرة مش ثنين مش ثلاثة في أي برنامج كنت فيه كانوا يجيوا تالي فونات سمحني محمد معنات هوميسا جيت ويبعثولي وعندي مستعد نحط فلوس ونجي ونغني ونحب نولي مشهور معنات الناس راه تطلب في الحكاية هذية عادي معنات تقول شعريب شوش يعمل غناية ولا كليب يقول لي كان كليب كيبش نعمل وش نصرف عليها يعطي فلوس للي قدم في الحصة بيانسور يعطي فلوس لشركة الانتاج اللي هي قاعدة تقدم في الحصة وشركة الانتاج وشركة الانتاج يقدمه ويجيبوله ناقد يقول له والله أنت صوت شجي وصوت متميز وتباركلا عليك وهو ما هوش صوت شجي وتباركلا عليك شي تسمى ذا ليه ما ندخلوش في الحكاية هذية معناتها ليه ليه طاوك يبدأ واحد ام في تي معناتها وعنده ثقة في روحه لهم عنده انتاج محليه ومالقاش فرصة وزادة في الدنيا كيبش يحط زوزو ويحضر فيهم جيغاني غنيه اشهار 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 قد ندور في نفس البلاس نظراً لقدراته الفنية والأدبية والذهنية والكراوي واضح اشهار له ذلك حسنين حسنين رأيك في الموضوع هذ شو هستي حسن علو ما فهمتاش علو علو يا اخو في الكلمة اتفرط مقابلة ما خلتنيش نتكل ورغم اللي استيدي تاريخ الموضوع هذي همني انا عن غريب وابي قل لي كنت موجود في البرنيمج لا مش مقام موجود انا مقدم بها قضية السيدة هذية هذي قضية يعني تيجي جارية الان يعني في الجهات يعني في بتعدينا بالمركز وتعدينا بالبحث وتقول ان شاء الله توصل يعني القضاء وما يخلونيش عام والاثنين لا تقولنا نحكم مع بعضنا شكيش نود اشنا في التحيل هذي التحيلة تعليها اكلتني في موسم كامل من الشغول مش هي وحدة لاشكتبه هي ولطفي اللجمي واحد معاها اسمه لطفي اللجمي هذا اللي يغتي عليها هذا هو المنتج هي معدة هو المنتج ويعني تحدث تحيولات تحيولات يعني من اغرب واسقط وانذل وحت ما يمكن لا ادري يعني ويني نقابة الصحفيين ولا ويني الهايكة ولا ويني الرئاس الجمهورية شيء من ولا العقل هذي يعني يعني اذا خلالك الجو فبيذي وفقسي خلالجو هالنوعية هذية من المتحيلين ما عنديش حق تقول لي كنموية خارجين لو عيما متحيلين تعمل برامج تلفزية بكلها اشار حتى اللي تجيبهم ضيوف هم اشار وتاخد عليهم فلوس تاخد عليهم فلوس حتى تخرجهم في تلفز مشيت القناتة ذيه التي التاسعة متاعجمات جنيح قلت لهم يا قناة المدير العامة يا قنوات لكم انتم تختمونا مع متحيين تستلونا على التحيل وراه اسمعني انا نحترم في عائل تجنيح نحترم في اعتمال تجنيح وابنائه مليش داخل ما حبيش تدخل معهم توفى بلدفير انما لا مهرب لهم اذي كان ما يوقفوش هذا الانحدار الخطير الرهيب رهيب شي رهيب نحن الآن يبدو ان السلطة التونسية ماهيش لاهي بالملف وهو ملف متعفن وخطير خطولة شديدة جدا القطاع انفرت سيدة ذات يعني سيباها بالبرنامجة ذي وبقناة التاسعة تشبي في الاموال تشبي في الاموال تمشي لأي بلاس اي واحد وحد عنده صابون ما عنديش الحق كامونش خريجي تقول لك انا ناقب يعني انت تعرف انت اعلامي تعرف في الاعلام يعني مساحة للاعلام ومساحة لاشهار صغيرة انما اصبح البرنامج بكله من بداياته لنهاياته اشهار مقنع وخفية وتحت طاولة هذا لا يجوز يا اخي السعيد انتبه لهذا الموضوع راحه شي غريب عجيب اعلمت المدير العام السابق ولا الحالي للتار السابق وذهب الى حالي سبيلي ابو السعلولو تلك والان جاء هذا سوفيانم تاكم اللي كان في ايفان ومشيت له تصلت بيه وقلت له هو رجل اللي نحترم ان شاء الله من اللي كان هنا واخير تبتوا مرتين تبتوا مرتين الجمعة الفاية تمهز شارية تريفون اتقول مشين همش بايدة برشة براستو عليا ياود يازل تنفون واحتلب مراحك يهديك او بش نمشي معاك انت المستحقات يزيد ايه نحكيه شوية سبورت وتسويت ومبعد شوية قريب من القلب مع الشيخ العربي البيجي موضوعنا اليوم هو الحمد وفضل الحمد العابد لازم دينا يا حمد ربي حمدين الشاكرين ان شاء الله ممتاز وفما فرق بين الحمد والشكر ايه ومبعد شوية نعرفوه مع الشيخ العربي البيجي لكن وقيت نحكيه شوية سبورت وتسويت مع الكابتن خالد التويتي خالد نحكيه معك على مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المونستيري التعادل الهدف مقابل هدف الترتيب البطولة للنجم الرياضي السهلي ولكن ايضا تصريح للمدرب الترجي سيد نبيل معلول هول بش نحكيه عليه تو بش نسمعه مع بعضنا ثم تعطيني رأيك في المباراة وكلم نبيل معلول نعبتنا لكلهم صايمين سي تخي ديفسي لرودو جوية ونهار تخانت مريساعة ونص ونس صايمة مش pratiquement طول الجوار دو لسبرانس اللعبو صايمين سي لخشوى مي جو پس كمانيش فنرمي معناه المتشنو العسيام مي مالهرزم عنا مو حاجة باية في تونس لسول بي ياراب بحنا اللي نعبو العشيه فم حتى بلاد عربية تلعب في القايلة ولا في العشيه في رمضان مازلت 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 خلي كل واحد يخو حق مازلت عايشو اختي فريدة جو پس كليطان الناس اللي ساهر عالكورة معنا تفكر في الناس مجونسو پالاندز انترنور اللي بش يجيب المال اللي بلعبية متاعه ويقول له اشرب ولا ما تلعبش خاطر نهر اخر قم المولا الفوق ولي بشي حاسب ماذا بين الناس اللي تخمم روخات الوقت اللي تحط ماتشة تخزهور تخانت سي كل احداش مكتو خرج من الوتيل من ديش فورنجور دو فوتبول الفيق ال 10 رمضان مايرقدش نعرف لكننا انو مايرقدش روو سيدخي ديفسيل الناس اللي تعمل فالبرمجة يخموا شوي كان ملعبو شكورة ييجيونا يشاورون يحكيو معانا نقولولو مكمنس اسباس يجيو ويشوفو روو سيدخي ديفسيل وعليش حاب نعرف عليش كان احنا في تونس نلعبو العشية خالد شفت الماتش شفت الماتش هاي عليش على خاطر في مودي ساعة ونص سنة شفت الماتش شوف ماتش اسبرانس ومستير من حسنا جامعيات تو في تونس متراش فما نسق نص ساعة لولانية ساعة ما فما حتى كورا متعبونتو حاجة ثانية محمد اليوم فما حاجة حتى نسق متاع المباراة مثلا فما ماتش لدوز وبعد يلعبوا الكوب معناها اليوم انا مالوخ رك عكيت معاك قلت لك شوف في اوروبا قديش يخموا على جامعيات يخلي لك قبل ما تلعب ليك دو شمبيون يجيب لك ماتش اللي سهل اليوم محمد فما حاجة اليوم الفورماسيون بتعليج جوار متاعنا وهما صغار وقت اللي ترينيه وصغار ما ينجموش في السينيور تطلب منهم ثلاثة ماتشوات في الجامعة اول حاجة محمد ثلاثة ماتشوات في الجمعة سير البلان فيزيولوجي كرام يتعبوا برشة حاجة الثانية اللي في تونس مزنا ناقصين في الميطود دي ريكوبيراسيون اليوم في العالم تقدمت الميطود دي ريكوبيراسيون يا محمد وانما الناس يحطوا لعبات في بانوات فلش على خطر اليوم يا محمد وقت اللي تلعب متشكورة ليفيبرك اللي في الميوسكو اللي يتقطعوا الرحمة تيهم برحمة تتطلبين اليوم انتي كتشوف الجوارات انتي مثلا نعطيك حاجة جوارات متاعنا صغار في جمعيات هذو متوليجيين في جمعيات تلقى في جمعية كادي ومينيم عندهم تراوحت ويترانيو فيه ايكل ومينيم وكادي اليوم وقت اللي يتطلعوا لسينيور ماك شكلي مطلع جوار معناها خادم تبدل عليه تبدل عليه برشة مياخذات كانت البيارة على التغييرات اللي عملها ابنة بالمعلول وايضا على الحارس مثلا صدق الدبشي حارس ترجيري هذي المليم الكل يتحملوا الحارس مثلا خالد ولا اليوم اليوم المليم يتحملوا الحارس انا مالاخر حكينا وقت اللي حكينا على معز بن شريفية والدبشي قلت لك فامة ديفيرانس بين معز بن شريفية والدبشي معز بن شريفية رجع لسبرانس في الاطراح في تزاير ريتو في المومات ديفيسير رجع اليوم اللي يقول لغاردين الرطح وخيف عليه من الضربية لا نحكي لك راجع من يصابه واليصابة من الجيت محمد من ما تشويت خاطر فهمة يصابيتك متاع الميسكول دي شرير الميسكولي ذو متاع فتيق اليوم بن شريفية يهني خاطر طول تلع في جمعية كما الترجي بن شريفية هني صدقي الدبشي صدقي الدبشي مزال الوقت خاطر يلزم مومو محمد يصبر عليه جمهور التراجي ولا ما اليوم ما هوش تعلق الترجي شوف محمد شوف محمد سيرتول بوست متاع الگاردين نحكي لك بوست تاع الگاردين شوف الجمعيات الكبار انتي متاع الريال عنده أربع سنين نيالعب متاع ليفيربول عنده يجي أربع سنين خليه في تونس خالق لا 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 ما نحكي لك في تونس وفي الترجي نحكي لك الوقت اللي تحطه تلافة سنين واربع سنين ديما يشدي ولي عندك أن جاردين على خاطر أكوى بوست اللي تدخل فيه الدوت هو الگاردين اليوم فما غلط يعمل فيهم الدبش نتصور أنا الدبش كان جاي يلعب ديما ديما ما يغلطهمش لغلط هذوم كان جاي ديما موجود ديما موجود علش قتلك محمد بالكمبيتيسيون كان تصبروا عليه ما كانش ديما يقعد بن شريفية نمر واحد لازم يصبر عليه جمهور ترجي يصبر عليه كما تصبرش عليه كما ديما عندك بن شريفية نمر واحد يلزم شد في بن شريفية شيخ عربي طيب شن يخو فاسل استنوا فيها رقا فاسل ويجيب عذي الشيخ طيب سويت نحكيه فمش كويس اليوم فمش كويس ما فميه اليوم حلقة لا أمور علش نزرب نمشيو على رويحنا مش نعطيكم مينة شنشينا نطلعوها عندكم كادو غدو غدو والله نعطي هيكم طلعوها غدوة فيسع 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 على شي عجب الكفن حلو والميت خشب اللي طلح هيخو كادو ماليش بتلعين شيء طيب جميع شيء طيب شاو فاسل وراجعين شكرا مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على ايفام احلى غاديو انتم تسمعوا في الدوامة بلوس سبيسيال لونزان محمد الخميسي على ايفام احلى غاديو ايفام على الراديو مرحبا بكم من جديد ناس كل قاعدين تسمعوا فينا نرجعنا لكم الوقت هذا هو وقت قريب من القلب الكلام القريب من القلب مع الشيخ العربي البيجي مع اعتذاراتي شيخ اليوم متأخرين شوية بما انه فما حلقات استثنائية اخذينا الوقت بالمعتيات اللي استجدت وقت البث على الحلقة معناها وقت المباشر فما حديث صارت في القرجين اللي لازم نكون نتبعوها فاعتذر واحيي رحابة صدرك ان نبدأينا بشوية تأخير تحية لي اهل وسهلا مرحبا بك سيدين محمد ومرحبا بسيد المستمعين الكرام ورب يتقبل ان شاء الله بارك تسيدنا ان شاء الله موضوع اليوم موضوع ممتاز وانت تعرف لي انا من الناس الحريسين على الموضوع ذا من اول مبدئنا سيدين رمزان قلت لك مهم من احكيوا عليه الموضوع بعنوانه بالبنت الغليظ هو الحمد فضاء للحمد وما ادراك ان شاء الله جعنا من الحمدين اللهم امين اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الي والسحب اجمعين قبل ما نبدأ في معاني الحمد حبيت انصحح معلومة لانه جاءتني اتصالات وتفاعل في المسألة هذه على انه اعتذر على انه اول جريح في غزوة بدرة هو سيدنا عبيدة بن الحارث وليس سيدنا عبيدة بن جراح فاعتذر على هذا وفوق كل ذي علم عليم وحييك على ذلك شيخ ونرجع سيدي الى الموضوع اول حاجة فقط احيي فيك توضيح كذا والمصدقيتك نهرتها قلت لي عندي شك صغير قلت قلت وكل شيء حتى على صفحة الفيسبوك متاعي هبط وقلت اعتذر من السيد المستمعين واضح لك الحمد حمدا نستلذ به ذاكرا وان كنت لا احسي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحارة مما روية سيد محمد بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الاسعد الكريم الذي هو سيدنا محمد في الارض وسيدنا احمد في السماء مما يروى في عن روية روى الترمذي في سننه من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله سبحان الله أفضل الذكر وأفضل الدعاء هل الحمد هو في الدعاء أم في الذكر وهذا الذي يسأل الدعاء هو ليس من الحمد كلمة الحمد لله هي ليست من الذكر إنما هي من الدعاء ما هو الفرق بين الدعاء وبين الذكر أدعوني أستجب لكم والذكرين الله كثيرا ما الفرق بين الذكر والدعاء طيب نجي ونهار نحكيه على الذكر أهمية الذكر الذكر هو أن يكون قلبك منشغلا بالذكر فتكون ذكرا في كامل أحوالك في السراء في الظراء في النوم في الصباحا مساء في كامل الأوقات وانت في ذكر يتعود القلب واللسان على ذكر على ذكر الله أما الدعاء فيه أفضلية الأوقات وفيه الالتجاء وفيه الافتقار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل الدعاء قالوا بأنه كلمة الحمد لله روى سيدنا كذلك يا سيدنا سيدنا مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان وهذه يا سيد محمد مما ختم بها سيد البخاري كتابه والصحيح ختم الأحديث ختم بهذا الحديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان وبيت القصيدة والحديث الطويل لكن أنا وقفت على والحمد لله تملأ الميزان ما معنى الحمد لله تملأ الميزان أول حاجة كلمة الحمد لله هي ثمانية حروف من قال الحمد لله بإخلاص ويقينا وإيمانا واحتسابا دخل من أبواب الجنة الثمانية سبحان الله الحمد للثمانية حروف وأبواب الجنة ثمانية أبواب نسأل الله الدخول منهم يا رب العالمين لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان في حياتنا وفي تعاملاتنا في حوارنا وكل شي تلقى الإمام الخطيب أول ما يبدأ خطبت يقول الحمد لله تلقى إذا واحد عطص يقول الحمد لله تلقى كذلك عندما تبدأ صلاتك لخمسة أوقات خمسة صلوات في اليوم والليلة وأول ما تبدأش تقول الحمد لله رب العالمين وافتتح ربي سبحانه وتعالى العزيز كلامه الافتتاح مش أول صورة نزلت لا أو الصورة كما نعلم أقرأ ولكن افتتح المولى سبحانه وتعالى الكتاب العزيز كلامه والقديم الأزلي بأم المثاني والقرآن العظيم وهي الصورة الفاتحة فقال فيها الحمد لله رب العالمين ما معنى كلمة الحمد لله رب العالمين نوجد في صورة أخرى مش نعطي الترابط ما بينهم في صورة الزمر كذلك في آخر الصورة يقول وقيل الحمد لله رب العالمين نلاحظ من تركيبة القرآن ومن أسرار القرآن أنه عند البداية تبدأ بالحمد وعند النهاية تبدأ بالحمد تنتهي بالحمد فكأننا نحن في حقيقة الأمر مطالبون واجبا علينا أن نحمد الله على كل شيء لذلك فما أحد الصالحين وهو بش نسميه ووسدي مدين ابن شعيب رضي الله عنه ورضاه يقول عنده قولة يقول احرص على نفسك احرص على حياتك فحياتك نفس إما شهيق أو زفير فاحمد الله على تلك الشهيق والزفير بمعنى اللي بنبدأ نحمد ربي على نفس صحيح في هذه الساعة وفي هذا الوقت فما الناس انتقلت انتقلت إلى الرفيق الأعلى طويت الصحف ومتاحها والآن سوف يدخلونا إلى القبور ونحن الحمد لله موجودين وقاعدين نحمده في ربي على نفس ونحمده ربي على الصحة ونحمده ربي على أننا ناكل ونحمده ربي على صحة والدينا ونحمده ربي على أننا في صحة وفي عافية جيدة فهذه من أسرار الحمد هذا هو شيخ النعم هذه اللي ربي سبحانه ونحم علينا بالعديد منها يمكن الإنسان ساعات ينسى ساعات يضعف ساعات يغزر ما ميز به غير عليه يعني أني عملي عند غيره وينسى أني عملي عنده الصحة نعمة الصغار نعمة العيلة نعمة البيت نعمة نفس نعمة غزرانك نعمة وكلمة الحمد لله نعمة وكلمة الحمد لله وكلمة الحمد لله كذلك نعمة لأنه قال سيدنا الحسن قال ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها ريت النعم تقول فيهم سيدة محمد الحمد لله هي أفضل النعم وهي ذوما نعم والنعمة بالألف والليم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيدة النبي النعمة نعمة إيجاد ونعمة إمداد ونعمة إسعاد هل فما فرق يا شيخ هذوما بش نحكيوا عليهم النعم بش نعملوا نحن حلقة ثانية للحمد بما أنه الوقت اخذينا في هذا لكن هل فما فرق بين الحمد والشكر نعم فما فرق الحمد الشكر أن نبدأ بالشكر الشكر لله ولغير الله أنت كتقدم لي حاجة بي ونقول لك شكرا سيدة محمد بارك الله فيه ولا لا والحمد يكونوا إلا لله مدى شاشة واحد يعمل حاجة يقولوا الحمد لله الحمد لله إلا للمولى سبحانه وتعالى أما الشكر فيكونوا لله ولغير الله الحمد سبحان الله اختص به المولى فما في الأثر يقولوا معناها سموا معناها الأفضل تسمية الناس باسم سيدنا محمد صلى الله وسلم ما حمده وما عبده وسيدنا صلى الله عليه وسلم من أسمائه سيدنا محمد ومن أسمائه سيدنا أحمد ومحمود فهمني فهذه الكلة تدخل في معاني وأسراري الحمد يختلف يعني شكر على الحمد يعني كي نلقى وإن شكرتم لأسيدنا كم ما عندوش علاقة بالحمد لا ما عندوش علاقة بالحمد لأنه الأخير خليني نقولوا حاجة بأنه كلمة الحمد لله الحمد هي الثناء لغة الثناء وعلى شنو على الشيء الجميل الثناء معناها معناها فما أنت عملت حاجة قلت نجحت بحي ولدي نجح أول ما تسمع المراش تقول الحمد لله معناها ثنت على شيء معناها كانت تستنى جميل والحمد أصطلاحا هو الثناء باللساني والقلبي على الجميل سبحان الله ولكن الشكر لا من نجح مثلا أنا نقول لك شكرا ولكن شكرا باللسان وما نقول لك شي بالقلب والحمد لا يكونوا إلا باللساني والقلب لأنك أنت ما تقول كلمة الحمد لله أن الحمد لله صارتك الحكية اللي كنت نستنى فيها فأنت معناها لهجت وذكرت كلمة الحمد لله بقلبك وبلسانك بعكس الشكر تستطيع أن تكون باللسان ويستطيع أن يكون كذلك بالقلب شيخ والحديث من زيل تويل على الحمد وحلقة أخرى بش نعمل على الحمد شيخ طبعا بعد إذنك وموفقتك لكن خليني أنهي بالسؤالة ذاية شو جزاء من داوى مع الحمد قال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس بن مالك ما أنعم الله على عبد النعمة فقال فيها الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ بمعنى أنا لو كان قلت أنت توسئلتني قلت لي ما هو جزاء من قال الحمد لله وداوم على موظف الحمد لله أنا والله من فمم شيخ لازمت منهم سيدي أحد الصالحين لازمته كان كل طاولة كنقعد بحذاء بعد ما يكمل المغل يبدو يهزد يقول الحمد لله 구ak يزيدك ربي الخير الخير اللي قدامك لأنه أنت ما وصلت تقول الحمد لله إلا ما معناها صارت حاجة وأنت كنت تستنى فيها وتمت والحمد لله بخير وهنا فإذا أنت قلت الحمد لله بقلبك ومتبعك والحمد لله بالقلب واللسان إذا خرجت كلمة الحمد لله يزيدك ربي خير ما كالشيء اللي أنت كنت تنتظر فيه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأدب وسيد العالمين كان يعلمنا من دعاء يقول الحمد لله الذي عفانا ممن ابتلاه وفضلنا على كثيرا من الخلق تفضيلا كثيرا كذلك من أسرار الحمد وهذا مما نفهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمد يعافي من الابتلاء ومن البلاء ونسأل الله العفوة والعافية وتمام العافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأنهينا بالحمد شيخ الحمد لله الله يبارك فيك الشيخ العربي الباجي شكرا لك شيخ ما شاء الله عليك يعني دقيق في تدخلاتك حتى بثيق الوقت يعني إن شاء الله تكون حصلت لي فادة للناس اللي اسموا فينا ودوا نكملوا حديثنا الجزء الثاني في الحمد ونختاروا موضوع آخر نحكيوا فيه تحياتي لكم مستمعين وتحياتي الكامل الفريق العام الملتقنة غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من الدوامة شاهية طيبة باي باي ويا مرحبا من الاربعة لستة مطلع عشية الدوامة بلوس محمد الخميسي على إيافان أحلى غديو اشتركوا في القناة